بشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور أحمد شريفي ومن واشنطن معنا كبير الباحثين في مؤسسة هيرتاج للأبحاث نايل جاردنر أهلا بكم ضيفي الكريمين نبدأ مع سيد نايل يعني سيد نايل كيف تقرأ ما جاء في مقال الجنرال ماكنزي وهل تعتقد يعني أن دوائر القرار الأمريكية يمكن أن تأخذ بما يتم اقتراحه شكرا جزيلا لاستضافتي في برنامجكم أنا بالتأكيد أتفق مع مقاله الجنرال ماكنزي بالطبع هو كان ناقدا لمعاملة إدارة بايدن للأزمة في الشرق الأوسط وقد شرح بوضوح وجهات نظره وأن إدارة بايدن كانت ضعيفة وبطيئة في الرد على التجاوزات الإيرانية في المنطقة وهو محق الولايات المتحدة يجب أن تكون أكثر صرامة وأكثر قوة وأن تواجه البنية التحتية للقيادة والسيطرة الإيرانية وأيضا نقل المعركة إلى الإيرانيين أنفسهم وهذه الدعوة من قبل الجنرال ماكنزي أن نكون صارمين ضد إيران هذه لها وقع جيد لدى الكثير هنا في واشنطن لأنهم يعتقدون أن أمريكا كانت لينة عندما نرى موقفا صارما نرى الولايات المتحدة تعالج لب هذه المشكلة وهي الدعم الإيراني للميليشيات التي تهاجم القوات الأمريكية ودعم إيران للحوثيين وبالطبع إيران كانت وراء هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر إيران هي مركز كل المشاكل التي نراها الآن في الشرق الأوسط والولايات المتحدة يجب أن تكون صارمة في الوقوف في وجه طهران طيب يعني أتوقف عندك سيد نائل أو نايل أذى بلا أحمد الشريفي المحلل السياسي أو الأمني من بغداد سيد أحمد هل تعتقد أن أراء الجنرال ماكنزي اليوم تتوافق مع وجهات نظر القادة العسكرين العراقين خصوصا بشأن ملف الحرب مع داعش بسم الله الرحمن الرحيم من الضرورة أن نقيم مثل هكذا وجهات نظر هل هي متبنيات رؤى شخصية أم هي نابعة من دراسات ونابعة من دور لمؤسسات هذه المؤسسات لديها مجسات سواء كان في الميدان العراقي في مؤسسات الدولة العراقية وبالتالي حينما يستقي من هذه المجسات المعلومة يكون معبرا عن تقييم موقف دقيق في العراق المعادلة تشيئ لأن ما يليه أن الصراعات الإقليمية هي التي عطلت المشروع النهضوي في العراق طيلة العقبين من الزمن فضلا عن مسألة التلكؤ في بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية ما كان فقط من نتاجات الفساد وإنما كان متعمدا بسبب أضعاف دور الوظيفة للمؤسسة الأمنية والعسكرية وتقوية بالمقابل تقوية الأجنحة المسلحة للأحزاب فإذا نحن عندنا خلل في التركيبة وفي النظام البنيوي وفي النظام السياسي هو قرأ هذه المعادلة والعراق كرقعة جغرافية جزءا لا تجزء من معادلة التوازن الإقليمي وفيه تحضر أو يحضر بعدياً أساسياً بالنسبة لولايات المتحدة أمن الطاقة وأمن الحليف وعندما يصل المرحلة إلى أن يهدد أمن الطاقة وأمن الحلفاء استراتيجي للولايات المتحدة ولا تتحرك فما جد والأساطيل وهذه بالحقيقة معادلة منظورة لا سيما أنه متخصص في الشأن العسكري فإحناما يقول هذا الأمر لا يستند فقط على رؤية أمريكية بل رؤية عراقية وعلى سبيل المثال أي انسحاب أمريكي من العراق لأنهم دعم نقولون القوات الأجنبية لا هو المقصود للانسحاب الأمريكي بنزولاً عن رغبة دول الجوار لأنه ليس فقط إيران تدفع بهذا الاتجاه دولاً أخرى ستكون وحدة العراق على المحاك تركيا بمجرد أن ينسح بالأمريكا ستلقض على كركوك وإيران ستلقض على الوسط وجلوب الأبلق والعراق وصولها للمنطقة الغربية وامتداداتها مع سوريا وبالتالي لا يجوز لأحداً يتخذ قراراً مصيرياً يمس سيادة البلد ومصيره بشكل منفرد وإحنا لاحظنا رئيس البرلمان لم يكن موفق في هذا الأمر هذا الدور أو الأمر مناط بالسلطة التنفيذية وليس التشريعية طيب سيد أحمد دعني أتوقف عندك قليلاً وأذهب مع سيد نايل كبير البحثين في مؤسسة هيرتج وأتساءل سيد نايل هل ترى أن البرلمان العراقي قادر على أصدار قانون يعني يلزم القوات الأمريكية بالخروج من العراق هل تعتقد أن مثل هذا القانون ستوافق عليه واشنطن؟ هذا سؤال جيد أنا غير متأكد بالضبط ما هو الموضوع الدستوري هنا في العراق وكيف يمكن لهذا أن ينجح من ناحية سحب القوات الأمريكية ولكن أقول الولايات المتحدة ستعارض بقوة أي حراك باتجاه سحب القوات الأمريكية من العراق لأن هذا لن يكون مثمراً ليس فقط للولايات المتحدة وإنما أيضاً للعراق لأن القواعد الأمريكية هناك هي قوة أساسية تواجه العدوان الإيراني هي قوة استقرار للعراق وللمنطقة وإزالة القوات الأمريكية من العراق ستكون خطوة غير مثمرة وبالطبع هذا سيجسر إيران ويجسر داعش والقاعدة والحركات الإسلامية الإرهابية الأخرى في المنطقة والتي تود أن ترى الولايات المتحدة تسحب قواتها من العراق وسوريا هذا سيكون خطأ استراتيجي كبير وفهمي هو أن التصويت في البرلمان العراقي لن ينجم عنه بصورة أوتوماتيكية اضطرار الولايات المتحدة للانسحاب أعتقد أن الجهاز التنفيذي في العراق والذي يتفاوض مع الولايات المتحدة أو يتفاوض ولكن أحيل الموضوع إلى الضيف من العراق أعتقد أن هذه الخطوة ستكون غير مثمرة إلى حد كبير بالنسبة للعراق ولأمن الشرق الأوسط نذهب إلى سيد الشريفي ونتسأل سيد أحمد الخطوة التي أعلن عنها المندلاوي وسعي البرلمان كذلك لإصدار هذا القانون ما هي النصائح الأمنية التي تأخذ بنظر الاعتبار من قبل البرلمانية قبل أصدار مثل هكذا قانون لا يجوز أن يتخذ قرار يتعلق بالسلطة التنفيذية وبالمؤسسات الضامنة لسيادة الوطن بشكل منفرد لأنه حتى مبدأ الفصل بين السلطات يجيز للسلطة التنفيذية الاعتراض حتى على مستوى السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية وعلي به سيد رئيس مجلس وزراء وليس رئيس وزراء حينما يكون رئيس مجلس وزراء فمعنى ذلك أن وزارة الدفاع تحظى باستقلالية عالية جدا وهي تساءل ليس بالقبل رئيس الوزراء أي السلطة التنفيذية وإنما بالقبل البرلمان بشكل مباشر فمعنى ذلك أن السياسات الأمنية والعسكرية بل حتى الأبعاد الستراتيجية التي تتعلق بسيادة الوطن بأبعادها البرية البحرية الجوية يستأنس برأي القائد العام بالقوات المسلحة ويعتد برأي وزير الدفاع لاستقلالية قراره وبالتالي لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتمدد على السلطة التنفيذية التي تصادر حقها في إبداء الرأي هل يستطيع السيد رئيس البرلمان أن يجيب لدينا إمكانية تحقيق السيادة الجوية في ظل غياب للولايات المتحدة طبعا لا أقول التحالف الدولي وأنا ما أقول للولايات المتحدة لأنه دائما تأتي مصطلح القوات الأجنبية للتغطية على النواية التي هي مسددة وموجهة باتجاه الأمريكا هل نستطيع أن نؤمن ذلك؟ هل نستطيع أن نؤمن جهد ساند على مستوى طائرات الـ F-16 بمجرد أن تنسح بالولايات المتحدة تتحول الطائرات الـ F-16 إلى دومة لا نستطيع أن نحركها لأن كل كوادر وطواقم الصيانة هي طواقم نعتمد فيها على الأمريكا الجهد التقني ساند في مجال الحرب الإلكترونية والاستطلاع الإلكتروني والرصد هذه كلها تؤمنها الولايات المتحدة وللعلم مجانا يعني لا تأخذ منها تأخذ أموال وفي تقديري أن هذا القرار هو قرار تنحسر فيه جهة معينة حتى في داخل الإطار وإحنا لاحظنا في قضية التصويت لم يحقق أغلبية أو إجماعا لكن ما يؤسف إليه أن يصار إلى الإلحاح في هذه الفترة بالتحديد إلى الضغط باتجاه سحب القوات الأمريكية سيد أحمد وما هي البدائل يعني البدائل لسد النقص الأمريكي إذا ما رحلوا ما هي البدائل هل يوجد بدائل لدى الحكومة العراقية عن كل ما ذكرته الدعم اللوجستي والعسكري لو كان البديل وطني يعني لو ذهبوا باتجاه تلمية وتقوية المؤسسات الوطنية أنا ذاك أستطيع أن نقول للولايات المتحدة نحن حلفاء استراتيجيين ولم تلي قدرة الدفاع ذاتي بما نمتلك من مقاومات القوة والقدرة فنسحبوا واستمروا في الدعم اللوجستي لكن الآن أحلى لا نمتلك لا مقاومات القوة ولا القدرة على مستوى ضبط الأحداث في العراق فضلا عن أن البدائل واضحة في حكومة عادي العام المهدي وضحت الصورة سيد أحمد دعني أنتقل إلى سيد نايل شكرا سيد أحمد هل ترى أن إدارة الرئيس بايدن ستوقف عملياتها وأنها اكتفت بالرد على الفصائل المسلحة إذا توقفت عن مهاجمة القوات الأمريكية إرسال الرسالة من إدارة بايدن ستستمر استمرار العمليات العسكرية ضد أذرع إيران هذه هي الرسالة الصحيحة وسيكون من الخطر إيقاف هذه العمليات لأن هذا سيمكن إيران وأذرع إيران في المنطقة من إعادة التجمع والتسلح الولايات المتحدة استمرت في الضغط واستمرت في الضربات ولا يوجد مؤشر هنا في واشنطن أن إدارة بايدن ستنهي ضرباتها ضد الأذرع الإيرانية لم أسمع شيئا من هذا القبيل رأيي هو أن إدارة بايدن يجب أن تكون أكثر قوة وصرامة يجب أن يكون هناك مستوى أعلى من الضربات وأيضا ضربات ضد البنية التحتية للقيادة والسيطرة الإيرانية أمريكا عليها أن تقوم بذلك وصلت الفكرة سيدنايل من بغداد الخبير في شؤون الأمنية والاستراتيجية دكتور أحمد الشريفي ومن واشنطن كبير الباحثين في مؤسسة هيرتج لأبحاث نيل جاردنر كنتم معي ضيفين كريمين شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر